هذه هي الحلقة الأربعون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى رسالة وردت من ألمانيا قرأت الرسالة لا أعيد قراءتها الآن وإنما سأعود إليها حينما أحتاج قراءتها الرسالة تشتمل على أسئلة بخصوص العملة المشفرة وتحديدا فإن أسئلتها تدور في مجال الاستثمار في العملات المشفرة هذا الموضوع يأخذني إلى قضية مهمة جدا الحديث عن العملات المشفرة إنه حديث الاقتصاد كثيرون يتحدثون عن النظام الاقتصادي الإسلامي لا شأن لي بالأجواء السنية إنما أتحدث عن الأجواء الشيعية يتحدثون ينظرون يؤلفون يقولون ويقولون لا يوجد شيء في دين العترة مثل ما يقولون لا يوجد في دين العترة ما يسمى بالمذهب الاقتصادي بالنظام الاقتصادي المنظومة الاقتصادية تنشأ من خلال ما يحتاجه الناس حينما جاء نبينا صلى الله عليه وآله فإنه لم يؤسس نوعا جديدا من المعاملات قطعا لو كانت هناك حاجة عند الناس لأسس معاملات جديدة ولقال النبي صلى الله عليه وآله ما قال بخصوصها في وقتها لكن الدين حين أخذ يتأسس شيئا فشيئا لم يؤسس نوعا جديدا من المعاملات وإنما جاء متفقا مع المنظومة الاقتصادية في ذلك الوقت بحسب ذلك الزمان وكانت تلك المنظومة قد نتجت من خلال حاجة الناس ومن خلال معرفة أهل التجارة بالبضائع والمواد التجارية وما يرتبط بذلك من قيمها كانت الحياة بسيطة ليست بالتعقيد الذي نحن عليه اليوم الدين لم يؤسس منظومة اقتصادية وإنما قام بعملية تهذيب وتشذيب للمواطن التي هي بحاجة لهذا التهذيب والتشذيب عملية التهذيب والتشذيب هذه جاءت ناظرة إلى الجانب الأخلاقي في المنظومة الاقتصادية ومن هنا حرم الربا إذا دققنا النظر في النصوص التي تحدثت عن تحريم الربا فإنها توجه نظرها إلى الجانب الأخلاقي والجانب الأخلاقي يرتبط من جهة بواجبات الناس ومن جهة بحقوقهم وهناك أمر آخر أخذه الدين بنظر الاعتبار الآثار المعنوية والروحية والتي ترتبط بمنظومة الأحكام الشرعية فهينما حرم الدين المعاملات الخمرية التي ترتبط بالخمر صناعة تجارة إنها المعاملات الخمرية هذه القضية نظر فيها إلى منظومة الأحكام إنها منظومة الأحكام في دائرة التحليل والتحريم والنظر هنا إلى الآثار المعنوية والروحية لهذه المعاملات حتى لو كان المتاجر بها لا يتناولها حتى لو كان يبيعها للذين يستحلونها إلى بقية التفاصيل هذه أنثلة سريعة فالدين لم يؤسس منظومة اقتصادية خاصة بهذا الدين لماذا؟ لأن الوضع الاقتصادي في حالة تغير وإنما يقوم الدين بعملية تشذيب وتهذيب يراعي الجانب الأخلاقي من جهة الحقوق والواجبات ويراعي الجانب الذي يترك آثارا معنوية وروحية وهي أساسا ترتبط بمنظومة الأحكام في الدين نفسه ما بين التحليل والتحريم من هنا قسمت المعاملات ومن هنا قسمت النتائج والآثار الاقتصادية التي تترتب على تلك المعاملات وشؤونها ما يقال له باب المكاسب في الفقه باب المتاجر في الفقه باب العقود التجارية على اختلاف أنحائها وأنواعها خلاصة القول ليس عندنا من تأسيس لمنظومة اقتصادية وإنما جاء الدين منسجما مع المنظومة الاقتصادية الموجودة آنذاك ولكنه قام بعملية تهذيب وتشذيب أما فكرة أن الدين يشتمل على مذهب اقتصادي فهذا الهراء جاءنا إلى الوسط الشيعي من خلال الفكر الإخواني والقطبي والفكر الأخواني والقطبي تبنى ما تبنى بخصوص هذا المضمون كردة فعل على ما كان يجري في المجتمعات الغربية الغربيون أسسوا علما كبيرا هو علم الاقتصاد وفي زماننا علم الاقتصاد تفرع إلى فروع عديدة ونشأت نظريات وفلسفات وبحوث عميقة وواسعة في هذا الاتجاه أكثرها نظري الجانب العملي فيها محدود لكنهم كانوا يحتاجون هذا إنها الثورة الصناعية والتي أدت إلى ثورة زراعية الثورة الزراعية أدت إلى ثورة في الثروات الحيوانية وكل هذا أدى إلى نشاط تجاري لم يكن قد مر في تاريخ البشرية واستمرت الأمور بالتعقيد حتى وصلنا إلى ما وصلنا إلي الغربيون حين أنتجوا المنظومة الاقتصادية الواسعة والهائلة والمعقدة لم يكن هذا طرفا فكريا إنها الحاجة هي التي دفعتهم إلى ذلك ردة الفعل عند الأخوانيين عند القطبيين وأمثالهم في الوسط السني لأنهم يبحثون عن حكم إنهم يريدون إعادة الخلافة فلابد أن يفكروا بهذه الطريقة فجاءونا بمنظومة اقتصادية إسلامية بحسب ما يدعون وانتقل هذا الهراء إلى أجوائنا الشيعية ومن أبرز من نفذه على أرض الواقع محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا هذا الكتاب الذي يشتمل على مناقشة الماركسيين ومناقشة الرئيس ماليين وإن كان نقاشه مع الرأس مالية مختصرا نقاشه المطول كان مع الماركسية وبعد ذلك يؤسس مذهبا اقتصاديا إسلامية إسلامية إنه يؤسس نظاما اقتصاديا إسلاميا للدولة الإسلامية السؤال هنا محمد باقر الصدر شيعي أو أنه ليس شيعيا إذا كان محمد باقر الصدر شيعيا ألا يفترض فيه وهو مرجع أن يكون مأموما بإمامه أمير المؤمنين إذا كان شيعيا الجواب نعم لابد أن يكون مأموما بإمامه أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمير المؤمنين في واقعة الشورى العمرية المشؤومة حينما اشترطوا عليه أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر إذا ما تصدى للخلافة عرضوا الخلافة عليه بهذا الشرط نبايعك خليفتان بعد مقتل عمر بشرط أن تعمل بسيرة الشيخين بسيرة أبي بكر وعمر أمير المؤمنين رفض الخلافة بكاملها لماذا؟ لأنه رافض لسيرة أبي بكر وعمر رفضا قطعيا أمير المؤمنين حين يتحدثوا عن سيرة أبي بكر وعمر فإنه فإنه يقول من أنهما عاندى رسول الله متعمدين وخالفا رسول الله قاصدين أمير المؤمنين لهذا السبب فإن أمير المؤمنين رفض سيرة أبي بكر وعمر ورفض الخلافة التي يشترط فيها عليه أن يعمل بسيرتهما يمكن لقائل يقول لماذا لم يقبل وحينما يستتب له الأمر يترك العمل بسيرة الشيخين أمير المؤمنين أراد أن يبين أن الرجلين كان على باطل ومن أنه لن يهادن في أمر الباطل أراد أن يثبت هذه الحقيقة هذه الحقيقة بالنسبة لأمير المؤمنين لها الأولوية بإمكانه أن يفعل ذلك أن يقبل بالأمر حتى يستتب له الأمر وبعد ذلك لا يعمل بسيرة الشيخين لكن هذا يعطي احتمالا بأنهما على حق وأمير المؤمنين لا يريد لهذا الاحتمال أن يتسرب إلى أذهان شيعته إلى أذهان الذين يطلبون الحق والحقيقة رفض الخلافة بكاملها وأعرض عنهم لأجل أن يثبت من جهته من أن سيرة أبي بكر وعمار كانت معاندة ومنافرة ومناقضة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله إذن حينما نأتي كي نؤسس نظاما اقتصاديا هذا مع أنه لا يوجد نظام اقتصادي في دين العترة الطاهرة وإنما هي عملية تشذيب وتهذيب للنظام الاقتصادي الذي يأتي تبعا لحاجة الناس وإلا فأين النصوص المؤسسة للنظام الاقتصادي لهذا السبب حينما جاء محمد باقر الصدر كي يؤلف كتابا يطرح فيه المذهب الاقتصادي الإسلامي ذهب إلى كتب النواصب وجاء بسيرة الشيخين وجاء بفتاوى فقهاء النواصب كي يؤسس نظاما اقتصاديا إسلامية فأي انهضام هذا السؤال هل هذا دين علي الجواب كلا لو سألت محمد باقر الصدر نفسه هل هذا دين علي لا يستطيع ان يجيب فيقول من انه دين علي لانه يعلم بانه قد اسس هذا النظام الاقتصادي الناصبي الضال على سيرة الشيخين وفتاوى ابي حنيفة والشافعي وسائري فقهاء النواصب هذه هي الحقيقة من الاخر هذا هو الكتاب بين يدي الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان من الصفحة السابعة والثلاثين ما قبل الصفحة السابعة والثلاثين مقدمة من الصفحة السابعة والثلاثين الى الصفحة الخمسين بعد المائتين نقاش مع الماركسيين ومن الصفحة الحادية والخمسين بعد المائتين الى الصفحة الثانية والتسعين بعد المائتين نقاش مع الرأس ماليين من الصفحة الثالثة والتسعين بعد المائتين الى الصفحة الثالثة والسبعين بعد السبع مائة انه طرح للمذهب الاقتصادي الاسلامي من اين جاءنا به اخذ شيئا عن العترة الطاهرة واخذ الكثير عن نواصبي واعداء العترة الطاهرة فهل هذا نظام اقتصادي اسلامي بحسب المنهج العلوي اذا كان محمد باقر الصدر الشيعية هذا منهج ناصبي رفضه امير المؤمنين امير المؤمنين رفضه ولكن محمد باقر الصدر غطس في تلك العيون القذرة الكدرة ولهذا الشيعة يصفقون له لانهم ما هم بشيعة لعلي وآل علي انهم شيعة طوسيون محمد باقر الصدر طوسي قطبي من الطراز الاول سأذكر لكم على سبيل المثال بحسب هذه الطبعة مجموعة من ارقام الصفحات في هذا الكتاب التي نقل فيها عن النواصب وأسس مذهباً اقتصادياً بحسب ما نقله عن النواصب امير المؤمنين يرفض هذه السيرة وهذا محمد باقر الصدر يؤسس مذهباً اقتصادياً اسلامياً للدولة الاسلامية اية دولة هذه واي نظام اقتصادي اسلامي هذا هو واقع حوزة النجف وهذا هو واقع الشيعة صفحة 443 445 446 449 450 456 458 459 462 465 466 467 474 475 479 498 499 500 501 502 505 510 511 512 514 517 523 535 533 543 576 578 579 579 589 601 603 604 605 606 605 612 642 642 643 646 687 688 714 727 727 727 صدقوني هذه الأرقام ليست على سبيل الاستقصاء هناك صفحات كثيرة ما سجلت أرقامها 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 13 14 14 16 17 17 18 19 22 23 24 25 24 28 30 30 31 32 33 33 34 34 34 34 34 34 37 39 39 38 39 40 42 42 42 إلى النجف يريدون برنامجا لبنك إسلامي هؤلاء لو كانوا يعلمون من أن الجواب سيأتي من النجف وفقا لدين العترة هل كانوا سيوجهون السؤال أبدا هم اطلعوا على كتاب اقتصادنا وقد أسس محمد باقر الصدر المذهب الاقتصادي الإسلامي بحسب ما هو يقول من أنه إسلامي أسسه وفقا للمذاق الشافعي فلقد نقل كثيرا من كتب الشوافع وعن الأحناف وعن سائر المذاهب السنية الناصبية ولذا فهم يعلمون من أن النجف ستفتي لهم وفقا للمذهب الشافعي فكتب محمد باقر الصدر البنكو اللاربوي في الإسلام هذا في السبعينات أرسله إلى علي الكوراني في الكويت وسعى علي الكوراني إلى طباعته وطبع وسلمه وسلمه إلى الجهة التي كانت تريد الجواب وفعلا فعلا أسسوا بنكا عنوانه بيت التمويل الكويتي وفقا لما جاء عن النجف هذا بنك منافعه للأخوان المسلمين ربما في السنوات الأخيرة الحكومة الكويتية وضعت يدها بشكل كامل على مجريات ما يجري في هذا البنك وإلا فإن الأخوان المسلمين هم الذين كانوا ينتفعون منه منذ بدايات تأسيسه وهذا سوء التوفيق لمحمد باقر الصدر النتائج هي هذه الأمور بخواتيمها الخواتيم أنه يؤسس برنامجا شافعيا لخدمة الأخوان المسلمين الأخوان المسلمون ينفقون هذه الأموال في إحياء أمر محمد وأهل محمد أو في تدمير دين العترة الطاهرة هذا هو واقع النجف وهذا نتاج النجف الذي جرني للحديث عن هذا الموضوع لأن كثيرين يتصورون أن دين العترة يشتمل على نظام اقتصادي معين لا يوجد نظام اقتصادي في دين العترة الطاهرة وإنما دين العترة الطاهرة يقر النظام الاقتصادي الذي تنتجه حاجة الناس وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة النشاطات الاقتصادية متحركة الدين لا يؤسس نظاما اقتصاديا الدين يشذبه يهذبه ينظمه لرعاية الحقوق والواجبات وللنظر في الجنبة الأخلاقية وفي الجنبة المعنوية والروحية اعتمادا على منظومة الأحكام في الدين نفسه ما بين التحليل والتحرين اعتقد ان الصورة باتت واضحة خلاصة الكلام دين العترة لا علاقة لي لا بدين سقيفة بني ساعدة ولا بدين سقيفة بني طوسي هذا هو دين سقيفة بني طوسي هذه كتب محمد باقر الصدر لا علاقة لي بدين سقيفة بني طوسي دين العترة لا يؤسس نظاما اقتصاديا وانما ينسجم مع النظام الاقتصادي الموجود الذي انتجته حاجة الناس لكنه يبادر الى تشذيبه وتهذيبه وتنظيمه يراعي في ذلك الجانب الاخلاقي والجانب المعنوي والروحي بالنظر الى منظومة الاحكام الشرعية ما بين التحليل والتحريم نذهب الى فاصل الواقع الاقتصادي اليوم في هذا العالم انتج العملات المشفرة ومن خلال ما يجري في عالمنا اليوم فان العملات المشفرة في طريقها في السنوات القادمة في العقد القادم الى ان تتسيد الساحة الاقتصادية لا اريد ان اتحدث اكثر من هذا لانني ساعود الى تفاصيل الموضوع سؤال مطروح وبشكل قوي بخصوص حكم التعامل بالعملات المشفرة منذ ان عرفت ومنذ ان ظهرت في السنوات الاخيرة السيستاني رشيد الحسيني وهو المبلغ الرسمي للمرجعية السيستانية يحدثنا يحدثنا وجود مادي تمسك بايدك لا اعتبارات اعتبارات ضمن بورصات وتجارة وكذا وهناك عملات اخرى كثيرة اسماء كثيرة وانا لست في بيان يعني اسماءها شون عندنا دولار ودينار وما ادر ريال وليرة كذلك امولات اكو الكترونية اللي واحدة من عدها بتكوين هل يجوز التعامل معها سمحت السيد المرجع حفظ الله تعالى سمحت السيد على حال لا يعطي رأيه في هذا والاحوط الاحوط عدم التعامل معها الاحوط عدم التعامل معها يعني شنو يعني تقدرون ترجعون الى غيري في اخذ المسألة الشرعية سمحت السيد لا يقول بان التعامل مع هذه العملات صحيح او غلط باطل او حق هو في الواقع يحتاط في عدم التعامل هذا ما يقوله السستاني بحسب رشيد الحسيني تاريخ هذه الحلقة من برنامج انتم والشريعة على قناة الدعاء 16 6 2021 السستاني كما يقول رشيد الحسيني لا يعطي رأيه في هذا والاحوط الاحوط الاحوط عدم التعامل معها الى اخر ما قال من كلامه انتقل الان الى متحدث اخر من المتحدثين السستانيين منير الخباس في مسجد في مسجد الرسول الناس الناس تتداول موجودين والناس في الحضور اكيد مجموعة كبيرة في العملات الرقمية ما يتحقق القبض فما حكم هذه المعاملة اذا الحين المشكلة في العملات الرقمية بس هم لي لي مسألة القبض المشكلة في العملات الرقمية انها مال او ليست مال هذه مشكلة يعني هي المشكلة الاساسية المحورية خال الان انا اذكر عدنا اتجاهات فقهية ثلاثة في العملات الرقمية اتجاه الأول سيد السيستاني يقول أنا لا أرخص يعني عندي احتياط وجوبي الاتجاه الثاني الذي يقول لا صن حرام مو يعني حرام تكليفا يعني مو أنك ترتكب إثم حرام وضعا يعني المعاملة فاسدة المعاملة باطلة ما ملكت شيئا مو يعني أنك ارتكبت محرم تكليفي وإثم لا مقصود يعني أنك ما ملكت شيئا معاملة باطلة وهذا رأي الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله اتجاه الثالث يقول لا المعاملة صحيحة وهذا مال وما في أي إشكال وهذا رأي السيد الزنجاني دام ظله خلأ أشرح لك هذه النقطة الذي يقول بأنه أنت ما حصل شيئا المعاملة باطلة زين أو يستشكل في ذلك كالسيد السيستاني مثلا دام ظله ليش خلأ هالنقطة نشرحها بعدين نعقب بالأمر الآخر نجي إلى ألين نورمان عنده كتاب إنجيل الاستثمار في العملات الرقمية متخصص وكتب كتاب في هذا المجال إنجيل الاستثمار في العملات الرقمية هذا يقول بأن بيتكوين مثلا ليش مال ولا عين من الأعيان ولا يعبر عن أصول أو منتجات أو شيء آخر زين ولا أنه يعبر مثلا عن برنامج الإنسان يقول أنا بدفع مبلغ وباكتسب برنامج مثلا لا لا يعبر عن برنامج لا يعبر عن ملف لا يعبر عن أموال أو أصول عينية هو عبارة عن شبكة ضخمة من المعاملات وسلسلة من التداولات لأجل ذلك بما أنه لا يوجد شيء أنا أشتريه وإنما هذا عالم افتراضي مليء بالمعاملات والسلسلة من التداولات وإلا ما في شيء معين أنا أشتريه إذن فقيه يقول لا معاملة باطلة فقيه آخر مثل السيد الثاني يقول أنا أستشكل ارجعوا إلى غيري ما عندي فتوى حاسمة في هذا الموضوع نجي إلى مثل السيد الزنجاني دام ظله الذي يجيز ذلك يقول معاملة صحيحة يقول هي صحيح مو شيء عيني مو شيء مادي بس هي مال اعتباري المال لا يفترض فيه أن يكون مالا ماديا قد يكون مالا اعتباريا يعني قد يكتسب قيمته من خلال الاعتبار يعني هذه البتكوين في العالم الافتراضي في عالمه الخاص يتنافس عليها العقلاء يعني ذول اللي يدخلوا يشتروا مو عقلاء هو عقلاء بما أنها احنا متى نعرف الشيء بأنه مال متى تعتبر هذا لكلينكس مال متى تعتبر هذا الماء مال لأن الناس يتنافسون عليه ويشترونه ما يتنافس عليه العقلاء برغبة منهم ويبذلون بإزاءه فهو مال صحيح هذا ما إلى وجود ما إلى عينية لكن ميزان المال ينطبق عليه لأنه في العالم الافتراضي يتنافس العقلاء عليه ويبذلون بإزاءه ويتمكنون من خلاله يتمكنون من خلاله من شراء أعيان سيارة أجهزة بل بعض الشركات كما ذكرنا تتعامل به إذن بالنتيجة هذا مال لانطباق عنوان المال عليه مثله مثل حق السرقفلية نذهب إلى فيديو آخر أيضا لمونير الخباس وفي المكان نفسه ولكن بعد عدة أيام ليلة 28 من شهر رمضان 1443 في مسجد الرسول الأعظم مطروح سلطنة عمان نشاهد يعني جاءتني رسالة من بيت السيد السستاني دام أضلحه المسألة البتكوين اللي اتعرض إليها قبل كم ليلة أنا هذه الرسالة أقراها لأنه حتى يصير تدارك عما مضى هذه الرسالة نعم إن توقف سماحة السيد دام ظله في العملات الرقمية من جهة الإشكال ليس من جهة الإشكال في كونها مال يعني يمكن أن تكون هي مال بس هو توقف ولا لأنها ليست مال لعلها مال بل من جهة ما يكتنف هذه العملات من تقلبات شديدة في قيمتها يعني ما لها قيم ثابتة تصعد وتنزل يعني في معرض الخسارة بل من جهة ما يكتنف هذه العملات من تقلبات شديدة في قيمتها تجعل المتعاملين بها في معرض الخسائر الكبيرة أو إلى أرباح يعني إما يخسرون خسائر كبيرة أو أرباح كبيرة ومن هنا لا يقدم على التعامل بها في الغالب إلا بعض أهل المجازفة اللي عندهم مجازفة ومغامرة هم الذين يقدمون وهذا المقدار من كونها معرض للتقلبات هو من شاء التوقف في الترخيص في التعامل بها وليس من شاء التوقف أنها شنو ليست مالا ربما تكون مال أيضا فتوى السيد الزنجاني سيد موسى الزنجاني دام ظله هذه الفتوى يقول بأنه لحظة يجوز التعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها شريطة توفر شرطين عدم مخالفته للقانون أن لا يكون قانون البلد يمنع من التعامل بالبيتكوين إذا القانون يمنع لا يجوز هذا الشرط الأول وعدم سببيته للاختلال العظيم في نظام المجتمع الاقتصادي إذا ما يوجب إخلال بالنظام الاقتصادي للمجتمع فهذا هو الشرط الثاني في جواز شراء البيتكوين هذا هو الذي خرج من مراجع الشيعة السؤال هنا إذا كان مراجع الشيعة نوابا لصاحب الزمان فهل هذا هو الذي يريده صاحب الزمان الوحيد الخراساني يفتي ببطلان التعامل بالعملات المشفرة السستاني يتوقف والسستاني دائما يتوقف والزنجاني يجيز بشرطين وهذا الشرطان لا وجود لهما لا في آية ولا في رواية وكأنه محلل اقتصادي في برنامج اقتصادي في قناة فضائية إذا أين هذا الدين الذي حدثنا عنه الأئمة من أنه ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة إذا أين هو هذا الدين إذا كان الشيعي يذهب إلى المرجع الأعلى وهو الأعلم وهذا المرجع الأعلى والأعلم لا يعلم لذلك هو متوقف فمن أين جاءته الأعلمية إذا كان لا يعلم بحكم هذه المسألة أو بحكم غيرها هو الأعلى إذا كان هو الأعلى فلماذا يرجع إلى الأسفل وإذا كان هو الأعلم فلماذا يرجع إلى غير الأعلم إذا كان التقليد لا بد أن يكون للأعلم سيقولون من أن هذا جائز هذا بحسب ما أنتم تقولون بحسب ما أنتم تقولون الصورة النهائية هناك عبث هناك عبث حينما نقرأ في رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه في تفسيره الشريف عن إمامنا الصادق الرواية الطويلة لا أريد أن أقرأ منها إلا موطن الحاجة في صفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين إنها طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة بعد أن يتحدث إمامنا الصادق عن أن الفقهاء الصالحين قلة هكذا يقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الذين يتصفون بالصلاح هم القلة الأكثرية الإمام يصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء الأكثر من مراجع التقليد لأن الإمام يقول فإنهم يضلون أنفسهم ويضلون الشيعة معهم إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه تعظيم صاحب الأمر صلوات الله عليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده كل الشيعة لا أتحدث عن زمن بعينه في كل الأزمنة لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب لا توجد هناك احتمالات الخطأ هؤلاء حينما يصدرون هذه الفتاوى هذا يعني أنهم في مسار خاطئ فهذا يفتي بالبطلان وهذا يفتي بالصحة بشروط ما أنزل الله بها من سلطان وهذا يقول لا أعلم إنه متوقف فما معنى أنه الأعلم وما معنى هذا الهراء أنتم أنتم أتباعهم ماذا تقولون هذه مهزلة لا يضحكون عليكم ويقولون كل مجتهد بحسب رأيه هذا قول نواصب من أن المجتهد إذا أصاب في اجتهاده له أجران وإذا أخطأ فله أجر وما يدريه أنه أصاب أو أخطأ على أي أساس إذا كان هو لا يدري فمن الذي يدري أنه أصاب أو أخطأ الذين يقلدونه الذين يقلدونه جهال إذا كان هو لا يدري أصاب أم أخطأ فهل أن هذا يقال له حجة من قبل صاحب الزمان وهل أن صاحب الزمان يعيد الناس إلى شخص لا يدري هل هو قد أصاب أم قد أخطأ أو أنه لا يدري أصلا ويقول إني متوقف هل صاحب الزمان يرجع الناس إلى هؤلاء ماذا تقولون أنتم عندكم عقول أو لا أنتم بحشر أم بقر كيف تفكرون هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يضحكون عليكم يقولون كل مجتهد بحسبه وكل مكلف يعود إلى المجتهد الذي يقلده ما هذا الهراء هو من نفس الهراء الذي أنا أتحدث عن لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب إنه صواب بحسب الإمام الصادق فلا يأتي قائل ويقول من أن الصواب هنا يحتمل أن الفقيه يخطئ ويصيب هذا هراء كلام صريح الإمام يقول يقف به على الصواب فهل هؤلاء هم الفقهاء الذين يقفون بالشيعة على الصواب سألوا أنفسكم سألوا أنفسكم سألوا أنفسكم محمد باقر الصدر هل يقف بالشيعة على الصواب وهو يؤسس منهجا اقتصاديا يسميه بأنه إسلامي يناقض ما يريده أمير المؤمنين يناقض بيعة الغدير بدرجة مئة بالمئة هل هذا الذي يقف بالشيعة على الصواب أم هؤلاء الذين يعبثون بالدين هذا يبطل وهذا يجيز بشروط لا ندري من أين جاء بها في أية آية في أية رواية وهذا متوقف السيستانيه العظيم متوقف وسيمتدحونه إنه محتاط إذا كان لا يعرف الدين لماذا صار الأعلى لماذا صار الأعلى إذا كان يحتاط لماذا يرجع الناس إليه إنه يحتاط لأنه ليس قادرا على تمييز الأحكام لهذا السبب هؤلاء من الآخر لا هم الذين يعرفون فقه العترة ولا هم الذين يعرفون الواقع في توقيع إسحاق ابن يعقوب إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس صفحة 511 من التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم ماذا تفهمون من هذا الكلام أنهم يصدرون الفتاوى بهذه الطريقة المختلفة والمتناقضة ويكونون بأجمعهم حجة عليكم هذا هو الذي يريده صاحب الزمان إذن لماذا قتل الحسن الصحابة كل صحابي يقول قولا معينة وهؤلاء كل حجة من حجج صاحب الزمان يقول قولا المعينة بحسب جهالته هذا الذي يبطل المعاملة لا يعرف حقيقة المعاملة وهذا الذي هو متوقف الأمر ليس واضحا عنده لا يعرف فقه العترة ولا يعرف واقع هذه المعاملات فهل هذا حجة من قبل صاحب الزمان هكذا ينصب صاحب الزمان الحجج على الشيعة إذن حينما سيظهر كيف سينشر العدل في الآرض أيضا ينصب أمثال هؤلاء هؤلاء الذين يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن اليمانية يكون تابعا للمراجع لهؤلاء المراجع الجهال يكون اليماني الذي يمثل برنامج الإمام الحجة صلوات الله عليه يكون تابعا للمراجع لهؤلاء الذين لا يستطيعون أن يصدروا فتوى صحيحة في أمر تحتاجه الناس تدبروا في كلام إمامنا الحجة صلوات الله عليه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم هؤلاء هم الحجة الذين نصبهم صاحب الزمان على الشيعة وهو منصوب أيضا حجة عليهم يعني هم على صلة به هذا هو الذي يريده صاحب الزمان لماذا تبقون مضحكة لماذا تبقون مضحكة وأنتم أنتم يا طلاب الحوزة إلى متى تضحكون على الناس بتعظيم هؤلاء المراجع هؤلاء مجموعة من الفاشلين والعاجزين وماذا نقرأ في رجال الكشي إنه الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا إنهم لا يعتبرون الفقيه فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث هؤلاء مفهمون السستان مفهمون إذا كان السستاني مفهما فأين فأين هذا التفهين لماذا هو عاجز متوقف وماذا يقول السستاني العظيم بحسب منير الخباس من أنه يتوقف من هذه الجهة من جهة ما يكتنف هذه العملات من تقلبات شديدة في قيمتها تجعل المتعاملين بها في معرض الخسائر الكبيرة أو الأرباح أدري أنت صراف أنت شنو مالتك بالقيمة تصعد أو تنزل أين وجدت هذا في أي آية في أي رواية أنت صراف ومن هنا لا يقدم على التعامل بها في الغالب إلا بعض أهل المجازفة كلام يخالف الواقع الذين يتعاملون بهذه العملات ما هم من أهل المجازفة أبدا سألوهم هل هم من أهل المجازفة ثم كيف نتصور التجارة من دون مجازفة يا أيها السستاني العظيم المجازفة على نوعين هناك مجازفة ليست محسوبة وهذه هي التي تقع في دائرة الخطر والتهور وهناك مجازفة محسوبة وهذه لا بأس بها أقرب الفكرة لكم بهذا المثال هناك شخص لا خبرة له بصعود الجبال ولا يمتلك لياقة بدنية يصعد على رأس الجبل ويريد أن يلقي بنفسه من على رأس الجبل إلى الوادي وهو لا يمتلك أجهزة ولا يمتلك معدات لهذا الأمر هذه مجازفة ليست محسوبة هذا تهور لكن إذا كان يمتلك لياقة بدنية وكان متدربا على هذا الأمر ويلبس ملابس خاصة وعنده من المعدات المناسبة وهناك أناس ينتظرونه في الوادي في الجهة التي يريد أن يلقي بنفسه إليها وهناك أكياس ملئت بالهواء وهناك أكياس ملئت بالقطن وغير ذلك حينما يقع يقع عليها هذه مجازفة لكنها محسوبة الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه التجارة تحتاج إلى نوع من المجازفة ولكنها لا بد أن تكون مجازفة محسوبة هناك حديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث عشر من مستدرك الوسائل إنها طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث التاسع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التاجر الجبان محروم إنه لا يجازف التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق هذا المنطق الذي يتحدث به السيستان هذيان هذيان هذا أولا يشير إلى مسألة ارتفاع القيمة ونزولها وأنت ما شعنك بهذا ما هو السوق هكذا ترتفع القيم وبعد ذلك تنزل هذه القيم ما علاقة هذا باستنباط الحكم الشرعي أن ترتفع القيمة أو أنها لا ترتفع مدار الاقتصاد القيمة ومدار الاستنباط في الأحكام الشرعية في دين العترة الطاهرة القيمة أما أنها ترتفع أو أنها لا ترتفع هذا أمر موكول للظروف الاقتصادية ولا يؤخذ بنظر الاعتبار في عملية الاستنباط ثم يقول من أن المتعاملين بها من أهل المجازفة وهذا الكلام ليس صحيحا وإذا كانت المجازفة محسوبة فهذا منطق رسول الله هو الذي يقول التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق وهذه حقيقة موجودة في عالم التجارة التجارة فيها جنبة من المجازفة من دون المجازفة لن تنجح التجارة والتجارة بطبيعتها فيها ربح في بعض الأحيان وفيها خسارة في أحيان أخرى بغض النظر عن كل هذه التفاصيل هذا هذيان من السيستان ومن الأخرين هذيان هذا هؤلاء لا يفقهون أسرار دين العترة ولا يفقهون أسرار الواقع فهذا يحكم بالبطلان وهو أمر سهل أن يحكم الفقيه بالبطلان كي يخلص نفسه من معرفة التفاصيل بسبب جهله والآخر متوقف محتاط لماذا إذن أصبحتم مراجع للناس وأنتم لا تعطون للناس حلولا لماذا يقال لكم من أنكم الأعلام والأفقى هذه الأعلامية في أي مكان نجدها وهذه الأفقهية وين نلقاه فوق جو بيام مكان ما دلون عليها هذا هو الواقع الشيعي الشيعة مسخرة مسخرة ويفرحون بهذا الهذيان ويطبلون له ويخرج لكم رشيد الحسين من جهة منير الخباز من جهة أخرى يرقعون لهذا الهذيان هذا هذيان بتمام معنى الكلمة نذهب إلى فاصل أسستان متوقف ويرجعكم إلى الأعلم من بعده يعني إلى أسحاق الفياض أسحاق الفياض راح يفتقي اليمني تعبير شعبي عراقي اليمني نوع من أنواع الأحذية الشعبية الرخيصة فهذا تعبير يجري على الألسنة العراقية في الأجواء الشعبية يقولون إفنان راح يفتقي اليمني من أنه سيفعل الأعاجيب فالسستان متوقف ويرجعكم إلى أسحاق الفياض اللي راح يفتقي اليمني على أي حال هناك أمر لا بد أن نعرفه من أن أساس الاقتصاد القيمة وأساس استنباط المسائل التجارية في دين العترة القيمة ما هو تعريف القيمة لا نستطيع أن نعرفها بتعريف موحد ودقيق جدا اختلف في تعريفها لماذا؟ لأنها أمر اعتباري القيمة أمر اعتباري هناك من جعل اعتبار القيمة وفقا للمنفع المتحصلة فهذه بضاعة ننتفع منها هذا المقدار فقيمتها بحدود المنفعة التي نحصلها وهذا مسلك اقتصادي معروف من أن القيمة تقدر بنحو اعتباري بحسب مقدار المنفعة المستحصلة من ذلك الشيء الذي نريد أن نقيم بحسب المنفعة هذا قد ينطبق على بعض الأمور لكنه لا ينطبق على كل الأمور لأن الماء منفعته أعظم المنافع إذا أخذنا كيلوغرام من الماء فهل يساوي كيلوغرام من الذهب مع أن منفعة الذهب دون منفعة الماء هناك اعتبارات أخرى البضاعة قد تكون قليلة نادرة حينما تكون البضاعة قليلة ونادرة ترتفع قيمتها لا أتحدث عن قانون العرض والطلب قانون العرض والطلب لا يحدد القيمة في أصلها وإنما يؤثر على زيادة القيمة ونقصانها فحينما يكون الطلب كثيرا والعرض قليلا فإن الأسعار سترتفع لكن القيمة الأصلية هي هي باقية بحيث إذا قل الطلب ستكون الأسعار هابطة وستعود إلى قيمتها الأصلية فقانون العرض والطلب لا تأثير له على أصل القيمة في الظروف الاعتيادية ونحن نتحدث عن الظروف الاعتيادية وإنما قانون العرض والطلب يؤثر على زيادة الأسعار ونقصانها أما القيمة الأصلية للأشياء فهي هي باقية لابد أن نفرق ما بين الثمن والقيمة الثمن شيء والقيمة شيء الثمن هو ما يدفع في مقابل تلك القيمة أساس الاقتصاد القيمة أتحدث عن الاقتصاد العالمي منظومة الاقتصاد العالمي النظام المصرفي العالمي نظام البورصات العالمية أساسها القيمة من دون القيمة ليس هناك من نظام مصرفي عالمي من دون القيمة ليس هناك من بورصات عالمية الأمر هو هو في المسائل الشرعية الأساس القيمة الماء كما قلت يكون رخيصا من جهة الثمن لكن القيمة الحقيقية للماء هي أعظم من قيمته الاقتصادية الماء يباع بأرخص الأثمان حاجتنا للماء أعظم من حاجتنا للذهب بينما الذهب يباع بأغلى الأثمان هناك اعتبارات أخرى هناك اعتبارات أخرى الماس مثلا لماذا يكون أغلى من الذهب لأنه أندر من الذهب ولأن الماس بضاعة تكون عند الأغنياء والأثرياء ولهذا الأمر اعتبار في القيمة أيضا إذن القيمة اعتبارية هناك ميزان للقيمة إنه مقدار العمل الذي يقوم به العامل في إنتاج المنتج مقدار العمل أو مقدار الأموال التي أنفقت لإنتاج هذا المنتج فوفقا لمقدار العمل إذا كان المنتج قد أنتج من العمل فقط من دون إنفاق أما إذا كان هناك إنفاق فتكون القيمة مشتركة ما بين مقدار العمل والإنفاق وفي بعض الأحيان يكون العامل أجيرا عند صاحب الأموال فحينئذ سيكون عمله جزعا من الإنفاق بخلاف ما إذا كان الصانع هو الذي صنع الشيء بنفسه هذه اعتبارات والاعتبارات كثيرة إلى أن وصلنا إلى العملة إنها العملة المتداولة في أول أمرها كانت العملة بمثابة ورقة تكتب من جهة معينة تخزن أموالا لحامل الورقة فحامل الورقة عنده ألف دينار من الذهب وهذا بدأ هنا بدأ هنا في بريطانيا بداية العملة بدأت هنا فكان الرجل يأتي بألف باوند مثلا من الذهب يأتمنها عند شخص هذا الشخص قد فتح دكانا محلا وفي هذا المحل خزائن الناس تخزن أموالها الذهبية عنده وهو يمنحهم ورقة نوت والتي سميت في بلادنا بعد ذلك نوت نوت هي كلمة نوت ملاحظة يمنحهم ورقة نوت من أن حامل الورقة يمتلك مئة باوند فإذا أراد أن يشتري فإن صاحب الدكان هو الذي يسدد للجهة التي اشترى منها صاحب النوت صاحب هذه الورقة وبعد ذلك تطور الأمر وصارت العملة النقدية المتداولة فوضعوا لها غطاء من الذهب الآن في زماننا الدولار ليس له من غطاء ذهبي فإن الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الأمريكية قد باعت الذهب منذ سنين ما هو الغطاء الاقتصادي للدولار إنها قوة الولايات المتحدة الأمريكية سمعتها العلمية العسكرية ولذا تلاحظون حينما تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأزمة لأزمة سياسية عسكرية صناعية لأية أزمة من الأزمات قيمة الدولار ستكون هابطة لأن الغطاء معنوي اعتباري ما هي العملة التي نتعامل بها اعتبارية الآن العملة في كل بلد أكانت العملة ورقية أم كانت العملة معدنية في زماننا قيمتها من أين تأتي قيمتها قانونية قيمتها تأتي من قبل الحكومة الحكومة في جناحها الاقتصادي هي التي تضع القيمة للعملة النقدية والمعدنية فقيمة العملة الآن في البلدان المختلفة في العالم قيمة قانونية اعتبارية الحكومة الحكومة هذه قيمة هكذا قيمة اعتبارية العملة المتداولة الآن اعتبارية حتى الدول التي تحتفظ برصيد ذهبي فإنها لا تعتمد الرصيد الذهبية إلا في الحالات الاحتياطية قيمة عملتها تشخص قانونيا لإعتبارات قانونية العملة المتداولة إذن في حقيقتها عملة اعتبارية قيمتها اعتبارية العملات المشفرة قيمتها اعتبارية أيضا هي هي واعتبرت جزعا من النظام الاقتصادي العالمي هذا بحسب المعطيات المتوفرة حالها حال العملة المتداولة شركات كبيرة تعتمد في أعمالها التجارية على العملات المشفرة دول بدأت تعتمد في اقتصادها الرسمي على العملات المشفرة هذا موضوع كبير لا أريد أن أخوض فيه قبل وجود العملة المتداولة في الحضارات القديمة الصينيون قديما صنعوا عملة صخرية تعطيقاً أنهم إنهم ينحتون قطعاً صخرية تمثل عملة الدولة هذه قطع صخرية من أين جاءت قيمتها من الدولة الدولة جعلت لها قيمة الحكومة جعلت لها قيمة أباطرة الصين في تلك الأزمنة جعلوا للقطع الصخرية قيمة فكان الناس يبيعون ويشترون ويتعاملون بها إذن النظام الاقتصادي ينشأ من حاجة الناس حاجة الناس هي التي تنشئ النظام الاقتصادي حينما تعقدت المعاملات تعقد النظام الاقتصادي في زماننا وهكذا حتى تولدت حاجة لإيجاد هذا النوع من العملات فكانت العملات المشفرة في الأزمنة القديمة قبل وجود نظام العملات كان النظام نظام المقايضة سلعة تكون سلعة يقدر ثمنها بسلعة أخرى تبادل أعطيك خشباً وتعطيني رزاً على سبيل المثال أعطيك لحماً وتعطيني بصلاً بعد ذلك صار نظام العملة على أساس الذهب والفضة والذهب والفضة هو نوع من أنواع المقايضة أيضاً لأنه بضاعة ففي بداية الأمر لم يكن الذهب مسكوكاً وإنما كان يزن وزناً إلا أنه تقدم الاقتصاد فصارت العملة مسكوكة الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة وهكذا وكل أمة لها عملتها ولها حساباتها بحسب ما تحتاجه الأمر هو هو مثلما تم الانتقال من نظام المقايضة إلى نظام البيع والشراء بالذهب والفضة الحاجة اقتضت أن يكون هناك انتقال إلى العملة المشفرة وهذا هو الذي حصل ولا بد أن نلتفت إلى شيء مهم حينما نتحدث عن عالم افتراضي ومن أن العالم الافتراضي عالم اعتباري هذا الكلام يكون صحيحا من حيث تكوين هذا العالم أما إذا أردنا أن ننظر للأمر من جميع جهاته فإن العالم الافتراضي جزء من العالم الواقعي العالم الافتراضي أين هو أليس هو في هذا العالم الواقعي العالم الافتراضي الذي نتحدث عنه هو في الحقيقة جزء من العالم الواقعي والعالم الافتراضي للعملات المشفرة هو افتراضي إذا نظرنا إلى تكوينه الداخلي لكن إذا نظرنا إلى ارتباطه بالإنسان فإنه يشكل جزءا من الاقتصاد الموجود في الواقع الخارجي العملة المشفرة الناس تستعملها في مختلف عنواع المعاملات التجارية الدول كذلك الشركات الكبيرة كذلك الجهات السياسية التي لا تريد للحكومات وللمخابرات الدولية أن تعرف طريقة عملها ومن أين تأتيها الأموال وأين تنفق هذه الأموال الكلام طويل طويل وعريض في هذا الموضوع لكنني أقول من الآخر ما يقال عنه عالم افتراضي للعملات المشفرة هو عالم افتراضي من جهة التركيبة والتكوين الداخلي لهذا العالم ولكن من جهة أخرى هو جزء من العالم الواقعي والذين يعملون في هذه الأجواء هم في جهة يتواصلون ويعملون مع العالم الافتراضي وفي جهة ثانية يتواصلون من خلال هذا العالم الافتراضي مع العالم الواقعي وهذه العملة الافتراضية تتحول إلى عملة نقدية تكون بأيديهم هذا هو الذي يجري هذا هو الذي يجري على أرض الواقع هؤلاء لا أدري عن أي شيء يتحدثون حينما أقرأ كلامهم حينما أستمع إلى أحاديثهم لهم الذين يدركون حقائق فقه دين العترة ولا هم الذين يدركون ما يجري على الواقع في حياتنا اليوم ثم يخرجون علينا بهذا الهراء الذي استمعتم إلي نذهب إلى فاصل حياكم الله لا زال كلامنا في العملات المشفرة والذي جرنا إلى هذا الحديث الرسالة التي جاءتنا من ألمانيا قرأتها عليكم وسأعيد قراءتها الرسالة هكذا لا أعلم مدى اطلاعكم على مجال الاستثمار في العملات المشفرة ولكن من خلال فهمكم لأحكام الكتاب والعترة ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لاستعمال خدمات العملات الرقمية مثل التخزين أو استيكنك وعملية الاحتفاظ بالأموال hold في محفظتك الرقمية لدعم العمليات على شبكة البلوكشين بمعنى آخر هي عبارة عن تجميد العملات للحصول مقابل ذلك على مكافآت ويختلف كل مشروع بنسبة الربح والعوائد وينصح بمراجعة الورقة البيضاء للمشروع لمعرفة كم ستكون نسبة تحصيل أرباح استيكنك كذلك خدمة التعدين ماينينغ التعدين هو صناعة وتجلب العملات الرقمية والمشفرة بواسطة أجهزة مخصصة لذلك تقوم هذه الأجهزة بحل معادلات رياضية غاية في الصعوبة والتعقيد يتم تمويل نفقات التشغيل العملة المستضافة عن طريق آلاف الخوادم عبر العالم المعدنون ماينارس التي تقوم بإدارة شبكاتهم حيث تغطي تكاليف الاستضافة بآليات مدمجة تقوم تلقائيا بتوزيع مكافآت رمزية على أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة مكافآت التعدين ماينانغ ريوارس هذه الرسالة والتي تحدثت عن حالات عن مصاديق من عمليات الاستثمار في عالم العملات المشفرة بنحو عام بحسب المعطيات المتوفرة عندي وعندك وعند الآخر المعطيات المعروفة عن طبيعة العملات المشفرة وعن القوانين وعن المداولات وعن سائر الأنشطة الاستثمارية ليس هناك من إشكال في استعمال هذه الخدمات وليس هناك من إشكال في الدخول في عالم الاستثمار هذا إلا إذا استجدت أمور نحن لا علم لنا بها في الوقت الحاضر أو تغيرت أمور العالم متغير لكن بحسب المعطيات المتوفرة فليس هناك من إشكال في كل هذا الذي ذكرته في رسالتك تحدثت عن التخزين استيكينج عملية التخزين هي بالضبط كعملية إيداع الأموال في البنوك الاعتيادية في البنوك في العالم الواقعي الخارجي فحينما تخزن الأموال تودع الأموال في هذه البنوك وتقوم البنوك بتشغيل هذه الأموال وما يترتب على ذلك من الآثار والتفصيلات البنكية فعملية التخزين أو ما يصطلح عليها استيكينج هي هي هذه العملية عملية تخزين للأموال في هذه المنظومة الافتراضية وعملية تشغيل لها إذا جاز هذا في البنوك الخارجية جاز هنا الأساس القيمة أساسا قيمة العملات المشفرة عالية قيمة عالية ما هي بقيمة لا تأخذ بنظر الاعتبار قيمتها عالية وعالية جدا أما عملية الهولد أو الهولدينج فهي كشراع الأسهم في البورصات مثلما تشترى الأسهم في البورصات وبعد ذلك يحتفظ المشتري بتلك الأسهم لأجل أن ترتفع الأسهم في وقت قادم أو أنه يريد أن يشتري أكبر عدد من الأسهم عنده برنامج عنده مخطط في ذهنه فعملية الهولدينج والتي تحدثت عنها بأنها عملية احتفاظ بالأموال في محفظتك الرقمية لدعم العمليات على شبكة بحسب ما هو مكتوب بالعربية البلوكشن يعني البلوكشين البلوكشين بمثابة موقع افتراضي لتسجيل وتثبيت السندات السندات الرقمية ثم ينتقل الكلام إلى خدمة التعدين الماينينج وخدمة التعدين هي نشاط الكتروني نشاط رقمي لاكتشاف الجديد من المعادلات الخوارزمية عمل يعرفه المختصون وهناك البرامج المختصة التي تكون على جهاز الكمبيوتر تكون متكفلة بهذا الأمر بقية التفاصيل في الرسالة بخصوص الماينارز أو بخصوص مكافآت التعدين هذه أمور تأتي في سلسلة آثار تلك العمليات بحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإنك تستطيع أن تنتفع من هذه الخدمات تستطيع أن تواصل العمل الاستثماري في هذه الجهات لكن إذا ما استجدت معطيات وتغيرت أمور حينئذ يكون لكل حادث حديث بحسب ما هو موجود وبحسب ما هو متعارف عند الجميع إنني أقول هذا الكلام لأن كلاما كثيرا يقال عن الوجه الخفي للعملات المشفرة لا أريد أن أأخذ موضوع المؤامرة العالمية بنظر الاعتبار فهذا كلام ليس له من وزن في ساحة التحقيق وفي ساحة استنباط الأحكام الشرعية لكن هناك وجه خفي وجه سري وهذا من طبيعة التشفير هي عملات مشفرة هناك وجه خفي وجه سري وهذا شيء طبيعي لكن قد تظهر معطيات جديدة لا علم لي بها حينئذ سيكون لكل حادث حديث مع المعطيات الموجودة من دون تغيير وتبديل للذي أعرفه وتعرفه أنت ويعرفه الآخرون ما هو معروف في الأجواء العامة عن العملات المشفرة وعن خدماتها وعن أساليب الاستثمار فيها لا يوجد إشكال وأعتقد أن جوابي واضح وبين وصريح أتمنى أن تكون الإجابة نافعة ووافية مع مقدماتها لأنني ما أجبت على الرسالة بنحو مباشر إلا بعد أن ذكرت شيئا من المقدمات وطويت كشحا عن بعضها لأن الوقت كان يجري سريعا كان في نية أن أتحدث عن جهات أخرى فيما يرتبط بالقيمة الاقتصادية في علم الاقتصاد ولكن الوقت جرى سريعا وما استطعت أن أغطي المطالب كلها نذهب إلى فاصل رسالة أخرى من العراق السؤال الأول إذا كان المال الحلال مخلوطا بالمال الحرام كيف يمكن أن نجعل هذا المال من المال الحلال الحكم السابق هو استخراج الخمس من المال الحلال المخلوط بالحرام الخمس مباح ما هي الطريقة الشرعية لجعل المال حلالا الطريقة الشرعية أنت أنت ذكرتها في كلامك الطريقة الشرعية إخراج الخمس إلا أن إمام زماننا في زمان الغيبة أباح الخمس إذا حل الأمر إذا كنت تخرج الخمس فيما لو كان الخمس واجبا عليك هذه النية تحلل هذا المال لأن الإمام هو الذي أباح الخمس أنت تريد أن تخرج شيئا من المال كي تنفقه في عمل الخير هذا أمر راجع إليك لكنه ليس واجبا ولا يجوز لك أن تعد ذلك تشريعا الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يعملوا بعزائمه الواجبات وأن يعملوا برخصه وعزائم صاحب الأمر هي عزائم الله ورخص صاحب الأمر هي رخص الله إمام زماننا يريد منا أن نعمل بعزائمه وأن نعمل برخصه إمام زماننا هو الذي قال لنا في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلا إلى وقت ظهور أمرنا الحكم الحكم في أصله أن المال الحلال الذي اختلط بالحرام يخمس وبعد ما يخمس سيصبح مالا حلالا في زمان الغيبة أباح إمامنا الخمس لنا فحين فحين فحينئذ لا يوجد شيء آخر مجرد نيتك في أنك تخرج الخمس من هذا المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام إذا كان إخراج الخمس محللاً له ولكنك لا تخرجه الآن لأن إمامك قد أباح لك ذلك هذا هو الذي يحلله وأعتقد أن الكلام واضح وواضح جداً السؤال الثاني ما هي العلاقة بين النفس والروح عند الإنسان النفس وتفاصيله وتفاصيلها المراد التي ذكرت بالقرآن والروايات كثيرة نأخذ مثلاً منها إن صح من عرف نفسه فقد عرف ربه الروح ما هي علاقتها بتلك النفس وما هي حقيقة الروح لدى الإنسان وهل لها علاقة بالعقيدة أو التشريع أو غيرها ممكن توضيح والشرح لهذه العلاقة الإنسان يتألف من جزئين من روح وجسد ولا توجد نفس بشكل منفصل لذا فإن الروح حين تخرج من الجسد لا يبقى إلا الجسد خرجت الروح من الجسد لا يبقى إلا الجسد يبقى جثة هامد خرجت الروح إذن أين هي النفس النفس هي العلاقة الناتجة من التمازج بين الروح والجسد هناك علاقة تنشأ بين الروح والجسد هذه العلاقة الناشئة هي هذه النفس لا وجود للنفس بنحو مستقل ولذا في كتب الفلسفة حينما يتحدثون عن النفس يقولون من أنها وجود حرفي وجود نسبي وجود رابط حينما ترتبط الروح بالجسد تتولد النفس أما هذا الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه فإنه لا يتحدث عن النفس المتولدة من ارتباط الروح بالجسد من عرف نفسه من عرف ذاته هذا هو المراد من عرف نفسه من عرف ذاته وذات الإنسان هي التي يعبر عنها الإنسان حينما يتكلم عن نفسه بالأنا حينما أقول أنا وأنت حينما تقول أنا وحينما أقول لك أنت ما هي الأنتية والأنا بمعنى واحد لكن الأنا للمتكلم وأنت للمخاطب فالأنا والأنتية بمعنى واحد حين أقول أنا أنت حينما تقول أنا ماذا تستشعر إنك تعبر عن ذاتك التي هي جسد وروح ونفس ما بين الجسد والروح من عرف نفسه من عرف ذاته وليس المراد النفس التي هي وليدة بسبب العلاقة بين الجسد والروح أقرب لك المعنى الروح قدرة نورية معنوية حينما أقول معنوية لا أنفي السنخية المادية التي من جنسها الروح لها مادتها التي تناشب تكوينها والروح يمكن أن ترى في ضرف معين في حالة معينة يمكن أن ترى الأرواح وفي أحاديث أهل البيت فإن الأرواح تحيط بالأبدان كالكلل والكلل في الغالب يكون لونها الأبيض منذ قديم الزمان الكلة هي هذه التي توضع غطاء على الأسرة على أماكن النوم مثلا في قصور الملوك في قصور السلاطين أماكن نومهم أسرتهم توضع عليها الكلل الأبيات المشهورة والمعروفة والمروية عن إمامنا الهادي التي قالها في محضر المتوكل حينما جاء به ليلا إلى المتوكل وعرض عليه أن يشرب الخمر ورفض الإمام قال أنشدني شعرا المتوكل كان يريد شعرا غنائيا شعرا في الغزل فماذا أنشد إمامنا الهادي باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال غلب الرجال إنهم الرجال الفرسان الأقويا باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والكلل أين الأسرة والتيجان والكلل إلى آخر الأبيات المعروفة فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة أسرة الملوك والصلاطين أين الأسرة والتيجان والكلل ومن الملوك من يضع الكلل على عرشه وهو جالس على عرشه وعلى عرشه كلة الكلل في الغالب لونها الأبيض في الغالب الأحاديث هكذا تقول من أن الأرواح تحيط بالأبدان كالكلل لأن الكلل تحيط بالأبدان أثناء النوم وهي شفافة كأنها أثيرية كأنها جسم من الأجسام الأثيرية إن صح التشبيه فالروح لها مادتها التي تناسبها الروح هي مركز العقل وهي مركز الإدراك بكل درجاته وهي مركز الوجدان وهي مركز الفطرة والضمير إدراك الإنسان كله في روحه وحينما ترتبط الروح بالجسد يضعف إدراكها إذا ما انفكت عن الجسد فإن ذكاءها سيزداد ويزداد وذاكرتها ستكون قوية جدا وانتباهها سيكون خارقا قدرة الإدراك الفائق تتوفر في الروح حينما تمازج الجسد القدرة العقلية في الروح تتجسد في الدماغ الدماغ يمثل جسد العقل الذي هو في الروح والوجدان يتجسد في القلب في القلب الجسدي الذي هو مركز العاطفة سلبا أو إيجابا وهكذا الضمير وهكذا سائر القدرات الإدراكية فيما بين الروح والجسد لأن الجسد لوحده لا يستطيع أن يتواصل مع العالم بأي لغة إنه جسد والروح لا تستطيع أن تتواصل مع العالم الذي كله حس ومادة فهناك في هذا العالم ما هو حسي وهناك ما هو معنوي فلابد من وجود برزخي ما بين المادي المحسوس والمعنوي تنشأ النفس إنها العلاقة المتولدة ما بين تمازج الجسد والروح الشهوات لا هي في الجسد ولا هي في الروح حينما تنفصل الروح عن الجسد تنتفي الشهوات لأن الجسد لا توجد فيه شهوات ولأن الروح لا توجد فيها شهوات وإنما الشهوات والرغبات والمطامع والمطامح هي في النفس في هذه العلاقة المتولدة ما بين الجسد والروح هناك جهاز الكمبيوتر هذا هو الجسد وهناك البرنامج البرنامج المشغل هذه هي الروح ما ينتج من عمل ما ينتج من ناتج حينما يشغل المشغل جهاز الكمبيوتر عبر البرنامج هذا النتاج يمثل النفس إنه حالة برزخية ما بين جهاز الكمبيوتر وما بين البرنامج المشغل جسد الإنسان هناك الروح البرنامج المشغل الإدراك العلم كل شيء في الروح وليس في الجسد الروح هي التي تشغل الجسد الإنسان هنا حينما يريد أن يفعل هذه العلاقة إنها تتفعل في النفس الشهوات المطامح المطامع الرغبات الخوف الأمن الكسل الضجر النشاط الخفة الإنبساط إلى غير ذلك كل هذه الحالات هي في النفس النفس اللوام الجسد ما هو لوام الروح ما هي لوام النفس لوام النفس الأمار النفس الجزوعة النفس 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 المطمئن النفس الساكنة المستقرة النفس الصالحة النفس الصافية سلبا إجابا من الأوصاف للنفس إنما هو للنفس البرزخية لا يقال للجسد من أنه جسد أمار بالسوء بالسوء ولا يقال للروح كذلك من أنها روح أمارة بالسوء إنها النفس الأمارة بالسوء النتاج الذي يأتي من التمازج ما بين الجسد والروح وحينما تنفك الروح عن الجسد لا تبقى النفس وهذا من أقوى الأدلة على المعاد الجسماني لأن الروح لوحدها لا توجد فيها الشهوات ولأن الجسد لوحده لا توجد فيه الشهوات الشهوات الخيرة والشهوات الشريرة ما هو الخير شهوة نفسية أيضا والشر شهوة نفسية أيضا لكن الخير شهوة رحمانية والشر شهوة شيطانية أعمال الخير شهوات شهوات خيرة وأعمال الشر شهوات شهوات شريرة ونحن نجازى على هذا لا بد من امتزاج الأرواح بالأجساد فحينما تمتزج الأرواح بالأجساد تكون النتيجة ولذا جاء هذا التعبير في سورة التكوير وإذا النفوس زوجت هذا التزاوج من أين يأتي هذه الزوجية من أين تأتي تأتي من مقارنة الأرواح بالأجساد من أوضح الأدلة على المعاد الجسماني هو ضياع النفس بعد انفكاك الروح عن الجسد وأعمالنا مرتبطة بنفوسنا الحساب يكون وفقاً للذي حركنا ولذي قام بذلك المحرك النفوس وهذه النفوس لن تعود إلا بالتزاوج فيما بين الأرواح والأجساد كي تكون النتيجة أن تعود هذه النفوس فحينما أقول أنا إنني روح وجسد ونفس فيما بين روحي وجسدي أما الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه من عرف ذاته ذاته بروحه وكل ما فيها من إدراك بجسده وكل ما فيه من تركيب هندسي عجيب وبنفسه التي هي مركز النشاط الإنساني حينما تتزاوج أرواحنا مع أجسادنا نذهب إلى فاصل السؤال الثالث وهو آخر سؤال في هذه الرسالة بخصوص رؤية الهلال إذا ثبتت الرؤية بالغرب هل تثبت بالشرق؟ نعم في أي مكان إذا ثبتت الرؤية بالغرب هل تثبت بالشرق؟ بالنسبة للعراق مثلا ثبتت الرؤية في أوروبا أو أمريكا هل تعتبر رؤية شرعية ويمكن أن نأخذ بها وتعتبر هي بداية الشهر الهجري بالعراق ما بين قوسين الرؤية بالعين المجرد نعم في أي مكان إذا ثبتت رؤية الهلال في أي مكان من الأرض فإن الشهر القمرية قد بدأ بالنسبة للأرض كلها وأعتقد أنني قد تحدثت عن هذا الموضوع في الحلقات الماضية وحتى في برامج أسابقة في أي مكان تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة فهذا يعني أن الشهر القمرية قد بدأ وهو شهر واحد للأرض كلها وأعتقد أن كلامي واضح الرؤية لا بد أن تكون بالعين المجرد من دون أن تكون مجهزة بأي نوع من أنواع الأجهزة الرؤية لا بد أن تكون بالعين المجردة في أي مكان يرى الهلال بالعين المجردة من الأرض فهذا يعني أن الشهر القمرية قد بدأ وهو شهر واحد للأرض كلها بدايته الشرعية واحدة للأرض كلها ونهايته الشرعية واحدة للأرض كلها بشرط أن تكون الرؤية بالعين المجردة وأن تكون الرؤية صحيحة لا لا أن نسمع أي كلام يقال وهل يمكن استعمال المنظار الذي يكون بنفس قياس العين الطبيعية بالرؤية بالرؤية والاعتماد عليه في ثبوت الرؤية الشرعية استعمال المناظير بكل أشكالها هذا الذي يتحدث عنه السؤال أو سائر الأنواع الأخرى استعمال المناظير لتعيين موقع الهلال كي يكون عاملا مساعدا لتشخيص موقعه لأجل أن نبصره بالعين المجردة هذا أمر جيد لا بأس به أمر حسن يساعدنا خصوصا إذا كانت الأجواء ملوثة فإنه يشخص موقع الهلال فاستعمال المناظير بكل أشكالها إذا كان لتعيين موقع الهلال وبعد ذلك نراه وننظره بالعين المجردة فهذا أمر حسن أما استعمال أي نوع من أنواع المناظير لرؤية الهلال من دون الرؤية بالعين المجردة فهذا يتعارض مع النصوص الواضحة في الكتاب الكريم وفي الروايات والأدعية الشريفة وقد تحدثت عن هذا في الحلقات المتقدمة أعتقد أن الإجابة واضحة وكافية إلى هنا تنتهي حلقتنا في هذا اليوم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر